تصادف هذه الأيام الذكرى الرابعة لتدشين مزار القديسة ماري ألفونسين المقام في كنيسة انتقال السيد العذراء للاتين في الصلط حيث خدمت لمدة سنتين في المدينة في أول مدرسة في الأردن لمدارس البطرياركية اللاتينية وقد أقيم احتفال كبير بهذه المناسبة لتدشين المزار عام 2016 برعاية البطريارك فؤاد طوال وحضور شخصيات رسمية وعامة مسيحية وإسلامية وجموع غفيرة من المواطنين وبهذه المناسبة المباركة نستذكر القديسة ألفونسين ورسالتها وخدمتها الصامتة التي استمرت في الصلط لمدة سنتين بين عامي 1887 ولغاية 1889 حيث قضتها بمحبة وإيمان ورجاء وتخليدا لما قدمته الأم ماري ألفونسين من خدمة للمدينة وكنيستها والتي تميزت بالحب والتواضع والبذل والعطاء فقد قامت الدكتورة باسم السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأردن والأراضي المقدسة بتدشين هذا المزار على نفقة عائلتها الخاصة ويذكروا أن مؤسسة رهبنة الوردية ماري ألفونسين أعلنت قديسة في السابع عشر من شهر أيار عام 2015 على يدي قداسة البابا في فرنسيس في ساحة القديس بوترس في الباتيكان وبهذه المناسبة نشكر الله تعالى ثم عائلة الدكتورة باسم السمعان على ما قامت به من جهد إيماني لتدشين هذا المكان المقدس على ثرى الأردن المبارك شكرا